طول عمرنا فهمين إن اللبن صحي ومفيد في كل حالات وبنخصب على أولادنا إن هم ما يشربوه لكن في الحقيقة كلنا فهمين غلط وفيه أوقات اللبن لازم نرميه مهما دفعنا فيه تعالوا نعرف إمتى اللبن نستفيد بيه وإمتى نرميه لكن قبل ما نبدأ أتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير مع أصحابكم أنا ما بقدرش أستغنى عن اللبن أو الحليب لازم يكون عندي حليب في البيت وبحكم إن ساكنا بعيد عن الأرياف ما بقدرش أحصل على اللبن الطازة كل يوم وبعتمد بشكل كبير على اللبن المعلب بحكم إن هو أنظف وأضمن وكمان متوفر طول الوقت طبعا كلنا عارفين إن اللبن المعلب ده بيكون معامل معاملة حرارية خاصة يعني بتعرض لراجات حرارة مختلفة واللي بنعرفها ببسترة اللبن أو تعقيم اللبن ودي بتخلصنا من البكتيريا والجرسيم والميكروبات اللي بتكون موجودة في الحليب وبطيضي عليها بنسبة 100% لكن فيه قواعد أساسية لازم كلنا نعرفها وإحنا بنشتري المعلبات من السوبر ماركت ومش بس في الحليب وفي العصير وفي أي معلبات تعالوا واحدة واحدة كده نتعرف على إيه هي القواعد دي أول حاجة تاريخ الصلاحية لازم نتأكد من تاريخ الصلاحية كويس جدا والشركات المشهورة زي الأمر وغيرها بيكتبوا تاريخ الإنتاج والانتهاء في مكان واضح زي ما أنتوا شايفين كده عكس شركات تانية بنوعد نقلب في العلبة شمال ويمين عشان نوصل لتاريخ الإنتاج دي أول حاجة عرفناه تاني حاجة بقى مكونات العبوة نفسها اتأكد من المكونات أنه هي طبعية 100% وتشوف بقى لو فيها إضافات صناعية هاتنسبك ولا لا وأهم حاجة أنها تكون خالية من المواد الحافظة تالت حاجة بقى الغطى لازم يكون الغطى سليم ومش مكسور ورابع حاجة شكل العبوة نفسها يعني تكون بشكلات طبيعي لو هي مستطيل تبقى مستطيل لو هي مربع تبقى مربع ما تكونش فيها بقى أي انتفاخات ولا متطبقة ولا فاحدة مغبوطة ولا أي حاجة يعني بالضغط زي العلبة اللي انتوا شايفينها دي أما بقى لو العلبة دي تغيرت وبقت بالشكل ده أبعوا أبدا أبدا تشتروها حتى لو كانت رخيصة طالما العلبة شكلها تغير كده استحالة تشتروها العلبة دي شكلها متغير خالص عن العلبة اللي على اليمين شايفين عاملة زي والعلبة المنفوخة دي أنا ما اشترتهاش كده ده هي عملت كده عندي كنت شارية كمية كبيرة ولقيت في وسطه من العلبة دي بعد فترة يعني ولا المكان اللي أنا اشترك منه ولا الشركة المنتجة مسؤولين عن الشكل ده ده كده سوق تغزين وعلشان كده دايما بنلاقي عبارة الشركة الغير مسؤولة عن سوق التغزين على أي حاجة بنشتريها معلبة حاسيت إن العلبة طلع لها جناحات كده وعايزة تطير تشبه الساروخ أو تحولت من علبة حليب لطفاية حريق مثلا عشان كده أنا جبت لكم العلبتين النهارده على الرغم إنها لسه مقفولة لكنها تعرضت لحاجة يا إما سوق تغزين يا إما سوق نقل النقل والتغزين لهم عامل كبير جدا في صلاحية المنتجات اللي من النوع ده العلبة اللي على اليمين هي اللي فيها المواصفات الصح شكلها طبيعي جدا اللي احنا عارفينه أما العبوة دي ملامحة تغيرت تماما إزاي أكيد الفرق بين بين العلبتين تعالوا بقى نعرف إزاي النقل والتغزين ليه دور رغم إن العبوة لسه تاريخ الصلاحية بتاعها ساري زي ما انتوا شايفين كده تاريخ الإنتاج بتاعها لسه ينتهي في 12-2022 أنا بأكد لكم على التاريخ هو ما انتهاش ولا أي حاج لكن ممكن أن أكون أنا عرضتها لدرجة حرارة عالية في المطبخ مثلا أو قربتها من البتوكاز علشان زي ما انتوا عارفين العلب المعلبة دي ما بتدخلش تلاجة غير بعد ما نفتحها وممكن كمان تكون تعرضت لسوق تغزين في المغزن نفسه يعني ما تكون درجة حرارة عالية نسبة الرطوبة فيها مختلفة اتعرضت لأشعة شمس أثناء النقل برضو ممكن تكونوا ترصي الطبقات في ومعضها أزيد من اللازم علشان زي ما انتوا عارفين العلب دي بتكون جوا كاراتين ممكن بقى صف الكاراتين ده يكون أكتر من اللازم فكل الحاجات اللي أنا قلت عليها دي تخلي اللبن أو أي معلبات تفسد على رغم أن تاريخ الإنتاج لسه ما انتهاش خدوا بالكم من الحاجات دي كويس جدا لازم تأكدوا على المعلومات دي وانتوا بتشتروا المنتجات المعلبة خصوصا السوايل ومش بس في العبوات الورق أو الكارتون اللي زي دي لأ كمان في العبوات البلاستيك أو المعدن زي الكنز والتونة والفول المعلب والصلصة والحاجات دي كلها أما بقى لو العلبة إزاز فركزي على الغطة الغطة هو اللي هيبين لي وزي ما انتوا شايفين كده لما تضغط على العبوة الطبيعية بتروح وتيجي في إيدك مرنة بتتحرك معاك بسفولة أما العلبة اللي باعت خلاص منتهت الصلاحية شايفين عامل إزاي ما فيهاش أي فراغ من جوه ولما تخبط عليها بترن سمعين الصوت ده الصوت فيها مختلف تماما عن العلبة العادية العلبة العادية فيها فراغ أما العلبة المنفوخة دي فخلاص ما بقاش فيها أي فراغ وأعتقد كده أن الفرق واضح جدا بين العلبتين ونقدر نفرق بين الكويسة واللي مش كويسة وإحنا بنشترك العلبة المنفوخة دي لابو بلاش ما تجي بهاش ما تقوليش هي لبن ومعلب والعلبة مقفولة لأ العلبة جواها تسمون قاطل زي ما بنقول باك التاني اللبن اللي في العلبة اللي على الشمال المنفوخة أو دي غير صالح للاستخدام الأدمي بالمرة ما تقوليش بقى أن هي رخيصة أو ممكن نستخدمها في معجنات أو كيكات أو تستخسر أن أنت ترميها ما يصحيش الكلام ده أبدا العلبة الطبيعية شكلها الظاهر بيكون حلو وبتقف طبيعي أما شوف العلبة التانية عاملة زي حجمها تضاعف وما تنفحش نحنا نوقفها لأن شكل العلبة منبرخ تلف في تفاعلات كميائية حصلت جوا غيرت من شكل العلبة وعلشان ما بقاش أقول كلام عالفاضي وكل كلام نظري وبس تعال نفتح العلبة ونشوفها هي من جواه ركلنا العلبة المضيفة على جنب سمعين بقى تأكد الأمان دي تأكد لكم أن العلبة مقفولة وأنا ما عملتش فأي حاجة قبل ما أفتحها تشوفوا بقى اللبن بقى عامل إزاي تشيرش وده يأكد لكم أن اللبن خاصة تغيرت وتحول من لبن حليب للبن رايب طعم وسيء جدا شايفين المفروض وأنا قلبت الإزازة كده مكونات العبابة كلها تنزل لكن ما نزلتش عشان الحليب خلاص ما بقاش حليب بقى حاجة تاني خالص شايفين عايز أقول لكم في الوقت ده أنا دقت اللبن الرايب ده طعم وسيء جدا الحموضة فيه عالية جدا جدا يعني ما تفكرش أبدا تستخدميه لا في معجنات ولا في حلويات حتى شايفين مكونات العبابة مش رادة ينزل خالص إزاي اللي نزل بس الشرش وعلشان بقيت مكونات العلبة مش هينزل من الفتحة دي هجيب المقص ونفتحها عشان نشوف إيه اللي حصل للبن من جوه علشان كمان نعرف إيه الفرق ما بين اللبن الرايب واللبن الفاسد أو منتهي الصلاحية وطبعا كلنا عارفين اللبن الرايب بيكون طعمه وشكله عامل إزاي والقوام بتاعه كمان بيكون عامل إزاي أما ده بقى فحاجة مختلفة خالص يعني ولا هو حليب ولا هو رايب في الشكل والملمس يشبه الجبنة أما في الطعم فهو حاجة سيئة جدا حاجة ما ينفعش أبدا نستخدمها للاستيلاك الأدم شايفين ملمسها مختلف تماما عن اللبن الرايب شايفين كتل إزاي وما ينفعش هنا نغمر ونعملها إعادة تدوير وندخلها في معجنات أو حلويات لازم تتخلص من العبوة دي كل الراعي المسؤول عن رعياتي فأنت المسؤول الوحيد عن صحة أولادك وأسرتك علشان كده ما نصحكيش أبدا بعيادة استخدامها وتتخلص منها فورا وما ترمهاش سليمة في الزبالة علشان ما فيش حد يرجع ياخدها وتبقى أنت شلت زنب حاولت تتخلص منها كده في كيس بحيس إن محدش يقدر يستخدمها مرة تانية والتخلص من الحاجات الغير صالحة لإستيلاك الأدمة دي أوفر بكتير من إننا نستخدمها ممكن لو استخدمناها نتعب ونصرف مبلغ كبيرة أو على العلاج والله أعلم هنتعالج ولا لا ربنا يحفظنا جميعا يا رب وهي دي كانت المعلومات اللي أنا قدرت أقولها لكم في فيديو النهاردة يارب بتكون فكرة النهاردة الفيديو عجبتكم ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايكم شاري للفيديو واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته